تتواصل المعارك والعنيفة بين فصائل المعارضة المسلحة ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب الشمالي حيث تحاول الفصائل المقاتلة استعادة البلدات التي سيطر عليها التنظيم خلال اليومين الماضيين وسيطر التنظيم على عدة بلدات شمال المدينة بعد أن تمكن مسلحوه من اختراق صفوف فصائل مقاتلة أخرى تستهدفها ضربات القوات الروسية وبذلك أصبح عناصر التنظيم على بعد عشرة كيلومترات فقط عن الأطراف الشمالية للمدينة وبضع كيلومترات عن مواقع قوات النظام في منطقة الشيخ نجار الصناعية بحسب المرصد السوري الحقوق الإنسان وفي تلك الأثناء تواصل قوات النظام بدعم من حزب الله اللبناني والطيران الحربي الروسي عملياتها البرية ضد فصائل المعارضة في وسط سوريا وشمالها